المحاضرة اليه نتكلم على الان انه كتشتر الكونفيرزرز هبتين نكمل في الموضوع بتاع ال 851 اللي هو بنشتغل فيه من الديفايس اللي هي 851F020 اللي هي مبنية على السيليكون لابس يبليمتاشن. جني اتكلم على ال e to d تحarez عبارة عن اي بال� sharkey الا كتشتر الOutput versus الإنبت بين الAnput جابارة عن ايه. الانبت الرانج بتعبيatta cnي يتحدد على اساس ايه. هنتكلم على انواع الakan糖 من ناحية الانبت اللي هي singleider versus separatial. انتكلم على الOutput codyng بتاعنا في حالة الionipolar versus ال Sun bipolar A inputs. يعني ي villages قنا ننة كلم على ال الـ A2D الموجودة فعليا في الـ package بتاعة الـ C851F020 اللي احنا عندنا قلنا ان في عندنا 12-bit A2D و 8-bit A2D بتاني نتكلم على كل واحدة فيهم من حيث زي كيف تبدأ الـ Conversion Data World Conversion Map اللي هي الـ 12-bit دينا في سابة تبقى عاملة ازاي بتبقى مخطوطة فين الـ Programming بتاع الـ Annotation Converter الـ Detection بتاع الـ End of Conversion بيحصل ازاي بنتكلم على ان كل واحدة في الـ 2 دول بتبقى Successive Approximation A2D طيب دلوقتي Conversion Clock بتاعة Successive Approximation Type A2D ده هتبقى بجاي منين نتكلم على الـ Programming Example بناحية الـ Pulling و بناحية الـ Interrupts الـ Annotation Converter هو عبارة عن Device بتاخد Analog Voltage at its Input and produces additional number representing that Voltage at its Output يعني الكرة بتاع حاجة بشكل ده كده هنا عندنا Voltage وهنا عندنا Binary Number Binary Number from 0 to 2 the power N-1 و N دي هي Number of Bits يعني لو بكلم على 12 bit A2D N هنا بتساوي 12 لو بكلم على 8 bit A2D N هنا بتساوي 8 Basically Transfer Function بتاعنا شكلها linear بالمنظر ده كده بتاخد لنا من 0 لغاية Full Scale بتاعنا و Full Scale ده عادة بيتعرف لنا بحاجة اسمها V Reference اللي احنا كنا شفناها شفنا زيها بالظبط في الـ Digital Converter و Voltage بتاعنا هنا بيدينا 2 to the power N-1 وطبعا لو 0 بتادي 0 وطبعا الرينج بتاعنا هنا في النص بيبقى linear طبعا احنا ممكن نختصر A2D ADC عاماته الناس بتقول عليه ADC بيبقى هو ده الأكرونيم اللي الناس بتستعمله بالنسبة الـ Digital Converter بحيس ان احنا يبقى سلنا و احنا بنتكلم بعد كده نقدر نحنا نقول عليه ADC بدلا ما يطر نقول كل مرة الـ Digital Converter لو حبينا بقى نبص على الـ Output vs الـ Input يعني ايه الاختلافات اللي موجودة في الـ Output vs الحاجة اللي كانت دخلالي اصلا في الـ Input في عندنا اختلافين اساسين جدا اختلاف الاولاني ان الـ Input signal to the ADC is a continuous voltage while the ADC output has been quantized to discrete steps that are represented as digital codes يعني الخطوة الاولانية بتعمل لي حاجة بنسميها Quantization Quantization معناها الـ Levels اللي دخله بتطلع لي كـ Discrete Level مش بتطلع لي مش ممكن يطلع لي اي value يعني احنا عندنا continuous range بنسبة الـ Magnitude لا احنا عملناه discretization يعني خلاها بارة مجموعة من الـ Levels كده ما يقدرش ان هو ياخد value between الـ Levels دي فمعنا كده عملنا الخطوة بتاعة Quantization اللي تكلمنا عليها في اول محضرة في Digital Signal Processing في Signal Systems فباسيكلي الـ Quantization دوت بيخليلي الـ Number of Levels اللي allowed بالنسبة للـ Signal Output بيتحدد بـ 2 to the power n-1 اللي احنا كلمنا عليها اللي هو باسيكلي متحددة بالـ Number of bits اللي موجودة عندي في الـ A2D الحاجة التانية ان الـ Input Signal هي برضو بتبقى continuous في الـ Time فباسيكلي طبعا الـ Output بتاعنا بيبقى series of discrete time points يعني بيبقى هنا مجموعة من النقطة كده كل نقطة من دول بتبقى عند Time محدد عند مثلا مثلا الـ Sampling Rate بتاعنا الـ Period بتاعته بتساوي T هيبقى عندنا عند T و 2 T و 3 T وهكذا بس ما عندناش 1.5 T فباسيكلي بقى عندنا دلوقتي الـ Output بتاعنا متعرف عن discrete times وعن discrete magnitude ما بقاش داي الاول متعرف عن continuous time و continuous magnitude طبعا الحاجتين دول بنسميهم دي بنسميها Sampling ودي بنسميها Quantization ولو احنا شفنا المحاضرة اولنية في Signals and Systems هنلاقي ان احنا بنسمي الـ Signals Output اللي بقى فيها Quantization في المجموعة أو Sampling في الـ Time بنسميها Digital Signal فباسيكلي احنا لو احنا شفنا ازاي ان احنا بنخزن الـ Data دي احنا محتاجينها فعلا انها تكون Digital عشان تتخزن لنا في Finite يعني Finite Precision أو Finite يعني باسيكلي Accuracy بتاعتها بتبقى Finite يعني ما اقدرش ان انا اخزن Continuous Signal سواء كان في المجموعة او في Time ودين الكمبيوتر فاحنا لازم نعمل لها فعليا discretization بنسبة لل Time بنسبة للمجموعة عشان نقدر ان احنا نخزنها على المايكرو كنترولر او على اي Digital System يعني بالنسبة للإيمبوترينج عندنا الإيمبوترينج متعرف زي ما قلنا By Reference Voltage هو V Reference ذا هو دا زي ما احنا تكلمنا بالضبط عليه في الجزء بتاعة Digital Converter هنتكلم عليه برضو هنا هللاقي ان هو برضو رينج لو رينج محدد يعني ممكن احنا ناخده من كذا ممكن ناخده from the outside يعني ناخد signal من بره خالص وتبقى هي دي عبارة عن V Reference بتاعتنا او ممكن ناخد او نستعمل تاعتني الانتكتشتر عشان نقدر نحنا ناخد منه يعني ال Voltage Reference بتاعنا ليس جاي من الانتكتشتر او ممكن ناخد ناخد ال Output بتاع ال Digital Ano Converter عشان نحوله هو اللي هربرانس بتاع ادنكتشتر كنفرتر فبسيقيا ال Power Supplies برضو بالنسبة ل الانتكتشتر كنفرتر are also important to determine the absolute في معظم الانكتوشتر كونفيرترز الانكتوشتر كونفيرترز الانكتوشتر الانكتوشتر لا يمكنك تدخل ويجب أن تكون مخفضة لتحركة دي حاجة عامة الحقيقة يعني بتكلم مثلا احنا الـ V-Reference بتاعنا دوت لو احنا فرضاً الـ supply بتاعنا بتاع الـ chip دي كان من 0 وغاية 3.3 يبقى معنا كده لو انا استعملت V-Reference اكبر من 3.3 ده ماينفعش ده كده حاجة مش هتنفع مع الـ chip بتاعتنا وممكن نتعملها فبايسيك اللي لازم الـ V-Reference بتاعنا هيبقى اصغر من الـ supply rails بتاعتنا يعني ماينفعش ان يبقى اكبر من الـ V-Plus اللي هو الـ Postive Supply بتاعنا وطبعاً ماينفعش يبقى اقل من الـ negative supply وفي كل الاحوال احنا عمتاً من اختار الـ V-Reference بتاعنا هيبقى حاجة اقل من الـ V-Plus علشان الـ chip بتاعتنا تمنتين الـ operation بتاعها بشكل ريلايبل ممكن الحقيقة برضو نقسم انواع الـ Inputs بتاعتنا للانكتوشتر كونفيرترز لنوعين النوع الاولاني اللي هو الـ Single Ended Source Single Ended Source دوت is one where single input voltage is measured with respect to the ground يعني باسيك اللي في عندي سيجنال عند analog input كده يعني جايالي من برا عند analog input pin وباسيك اللي انا بعتبر الانالوج input pin دي reference لـ Ground اللي هي بتاعت السبلاي بتاع الانالكتوشتر كونفيرتر اللي بتاع الـ chip عموماً طبعاً احنا شايفين الانالكتوشتر كونفيرتر بشكل ده كده بيترمزل بشكل ده كده هو بياخد analog input وبيطلع digital output وبياخد V reference علشان هو ده اللي بيحددي scale بتاع الـ Conversion ويبقى عنده هو السبلاي بقى اللي هو V Plus و Ground هو ده اللي بيخليه يعمل Operation هو ده بخليه Operational فباسيك اللي الانالوج input دوت ده بيبقى single pin باعتبر الـ voltage عليها ده reference الـ Ground وبعمل conversion على هذا الاساس طبعاً ده معظم الـ Single ended E TODs الـ Range بتاعها بيبقى منزير رغاية V reference يعني الـ analog input ده ما يبقى يبقى نيجاتف ما يبقى ريانج بتاعه منزير اوكي يبقى ريانج بتاعه منزير رغاية positive انه هو ده باسيك اللي ريانج متاعنا ما يبقى ننزل عن الـ Ground الى هنا ما يبقى نطلع عن الـ V Plus الى هنا باسيكلي طبعا بيبقى عندنا مشكلة دائمة الحقيقة برضو ان الالج ايمبوت ده ممكن يكسيد الفي ريفرنس فده برضو لازم ناخد بالنا منه ايه اللي ممكن يحصل لو حاجة زي كده حصلت في المعتاد انه هو لو بقى في ريفرنس او اكبر من الفي ريفرنس طالما اقل من في بلاس هيماكسمايز بتاع الاتو دي يعني ندين الماكسيمم يعني هيساتورات يعني خلي الاتو دي ده ساتورات بس يعني Launchit ان هو اقل من في بلاس زادة عن الفي بلاس دوت هيماكسى ممكن يعمل دامج لاتو دي وممكن يبقى في مشكلة عندي بالنسبه للكراكت I to gi فعisiert مرتين فانى مثلا في السنجل اندarrange بتاعي بيبقى من زي رغاية الفي ريفرنس لو زادة عن الفي ريفرنس端 وقل من الفي بلاس بکى از الفي بلاس بيد بابقى ايذem أنه ده الماكسمم سكيل بتاعه أو يحصل له ساتوريشن يعني الكيرف بتاعي اللي كان لينير ده بيساتوريات عند الماكسمم بتاعي اللي هو عبارة عن V ريفرنس نفسه ومن ناحية التانية برضو لو هو أقل من الزيرو أو اللي من الغروند أو هو نيجاتف بيبقى برضو بيساتوريات عند النيجاتف بس عمتاً بيبقى في عندي خطورة لو أنا الفولتوش بتاعي الإنبوت دوت زاد عن V بلس أو أقل على الـ على النيجاتف أو على الغروند بتاعتي دي نتيجة لأنه هو ساعتها بيخلي الـ بتاع الـ الانوكدوشتون كونفيرتر اللي حقيقى يبقى فيه مشكلة أنه هو ممكن يحصل له دامج ممكن ناخد مثال على السنجل اندد اتو دي امبليكيشن ممكن احنا نيس بي الـ باور سابلاي يعني ممكن مثلا لو أنا عايز اديتاكت لو الـ بلاس ده بتده يحصل له ديكاي وده طبعا بيحصل لو احنا عندنا الـ سابلاي مثلا لو احنا بيشغل الحاجات دي مثلا من باور سابلاي وممكن الـ باور سابلاي ده مع الوقت ممكن هو يقل لو كان بطارية مثلا ممكن مع الوقت نية قل فأنا ممكن بيسيك احط يعني بشكل ديفايدر بالشكل ده كده واخد الفولتوش على اللي في النص اللي هو مثلا نبارها النص في بلاس دوت ويسو بالان كتشتن كونفيرتر فبايسيك لما انا بدخله هنا طبعا هو الـ V-Reference بتاعي بيبأ اكبر منه لازم اميكشون الـ V-Reference بيبأ اكبر من النص بتاع الـ V-Plus ساعتها قدر ايسي سابلاي دوت وقدر اديتاكت لو السابلاي ده قل عن حد معين بحيس ان انا قدر اتصرف او قدر ادي وورنين او قدر ادي باتاري الـ Level مثلا الـ Measurement للديفايس بتاعتي فدي طبعا حاجة مفيدة جدا احنا ممكن نستعملها الحقيقة في اميكشون كثيرة من الباتاري باورد او حتى لو كان ايسي باورد برضو نفس الكلام اللي بيحصل برضو لما السابلاي بيطقطها الـ V-Plus دي مش بتنزل انستنتانيوس لأ بفيه كاباستور في باور سابلاي فدي بديكاي بريت معين بـ Time constant معين بيعتمد على القيمة بتاع الكاباستور بتاعتي بتساوي كام فلو انا استدوت هقدر اديتكت برضو اذا كان الـ AC supply يعني كان اوت فقدر برضو ان انا بشكل ما جوه المايكو كنترولر اقدر مسلا اسايف الحاجات اللي انا عايزة عاملها واميك شور ان انا يعني الـ Power Failure اللي احصالي ده ما يعمليش اي مشكلة بالنسبة للـ Correct Operation بتاع البرنامج بتاعي فده الحقيقة واضح جدا وواضح طبعا فيه هنا الـ An اللي هو الـ Analog Input بتاعي ده عبارة عن Single Line وباسيكلي هو بياخده الـ Reference لـ Ground فهو باسيكلي بيقيس الـ Voltage على الـ Resistance D اللي هو عبارة عن نصف V Plus مش محتاجين احنا ندخل 2 pins هنا هو عارف ان الـ Pin الثانية هي عبارة عن الـ Ground النوع الثاني بقى من الـ Input هو بنسميه الـ Differential Inputs الـ Differential Inputs الحقيقة هو بيقيس الفرق بين 2 Analog Inputs فباسيكلي هو بياخد An Plus و An Minus وياخد الـ 2 دور Relative لبعض ياسي الفرق بينهم ده ويعمله Conversion فالحقيقة فيه اختلافات كبيرة بقى بين ده وبين النوع اللي هو الـ Single Ended الاول حاجة الـ V Reference بتاعنا هنا لداخل هنا كان زمان في الـ Single Ended بيبقى عندنا من 0 لغاية V Reference كـ Input Range لا هنا في الـ Differential بقى هو بياخده من Minus V Reference الـ Plus V Reference يعني ممكن الـ Input اللي هنا دوت يبقى An أكبر من An Plus يعني An Minus أكبر من An Plus فمعنى كده ان هو فعليا لو بياخد An Plus Minus An Minus يبقى معنى كده قيمة دي هتبقى Negative هو بالنسبة له ما عندهوش مشكلة طالما قيمة Negative دي مش أصغر من Minus V Reference فهو بيقدر يهاندل حاجة زي كده جوه في الـ Differential Inputs A to D الحقيقة برضو نفس الكلام بيتكلم برضو ان احنا يعني بالنسبة للدائرة بتاعتنا دي بيبقى لازم طبعا يبقى فيها عندنا 2 Input Pins ما يفعلش بقى فيها عندنا واحدة بس ومفيش يعني كل واحدة فيه ممكن تبقى Relative to the Ground وبيقى فيها عندي برضو V Reference بمفس الطريقة ويطلعي Digital Output من Negative لـ Plus يعني من Negative لـ Positive ما بيقاش بقى منزيله مثلا لغاية 2n-1 لا ده بيبقى من حاجة Negative يعني 2n على 2-1 لـ Plus من Negative لـ Plus الرقم ده فباسيكلي بالنسبة لنا في الحالة دي بيبقى فيه اختلافات شوية في الـ Conversion Equation بتاعتنا بتاعت الـ Analog Input Voltage للرقم اللي هو بيطلع Digital Outputs واحدة من الـ Applications برضو لطيفة جدا ممكن نتكلم في differential ADC لو بنكلم مثلا عن ECG ECG طبعا كل الـ Leads اللي احنا بناخدها في الـ ECG بتبقى بيسيكلي كلها بارعا سورسز كلها سورسز مختلفة فباسيكلي لما انا اخد واحد فيهم ما عنديش طبعا Ground بتاعته مش عارفها لان طبعا ما عنديش Common Ground بالنسبة للـ Patient فباسيكلي باخده رفرنس واحد تاني اللي واحده برضو بارعا رفرنس فولتج تاني باكني باخد فولتج سورس رفرنس فولتج سورس تاني ففي الحالة دي ما ادارش اعتبر السيجنال الدخلة دي انها فعلا يعني relative للـ True Ground اللي موجودة عندي في الماكرو انترولر ففي الحالة دي الحقيقة باعتبر السيجنال بتاعتي دي ديفرنشل لو اخدت اي ديفرنس لليد 1 ولا ليد 2 ولا ليد 3 كل الحاجات اللي هي اللي هم نشوفها في الـ ECG دي باعتبر كل الـ ECS بتاعتنا دي انها ديفرنشل وبدخلها هنا على الـ AIN بلاس والـ AIN ماينس عشان في الاخرى عملها conversion بطريقة سليمة من الـ Anoctation Converter ده مثال برضو للـ Differential Application انا باعتبر كل واحد فيهم كسورس مستقل خالص وباخد ده relative لده فباسيكلي يعني باكلم عن الـ ECG مثلا سيجنال دي ممكن تبقى واحدة من الـ lead وده واحدة تانية من الـ lead والـ difference اللي بينهم دوت انا بقيسه وبحوله بعد كده في الاخر عمله conversion طبعا انا ممكن اتكلم لو عندي هنا الـ AIN بلاس بيساوي 1V والـ AIN ماينس بيتساوي 2V يبقى معنا كده الـ difference اللي بينهم دوت هو براعا- 1V minus 1V ده بيقدر الـ ATO دي يعمله handling طالما انه هو differential زي ما قلنا ان في الـ range بتاعه في الحالات دي بيبقى من plus V reference لغاية minus V reference ففي الحالات دي يقدر ان هو يـ convert الكلام ده ويقدر تطلعه لي كdigital output value طبعا ممكن نستعمله بعضه في application تانية لطيف جدا ان في بعض الحاجات اللي في الـ measurement مثلا بنحتاج ان احنا نقيس الـ voltage اللي على bridge عشان نعمل لها nulling مثلا او حاجة زي كده دي طبعا متستعمل في applications كثيرة في بعض sensors ممكن هي تستعملها في بعض الحاجات مثلا هي شفنا في الـ motion sensors مثلا بعض الـ resistors بتتغير حسب الـ position مثلا فممكن برضو ان احنا نغير الحاجات دي او نقيس الحاجات دي بيستعمل bridge بالشكل ده كده وباسيكلي بنقيس عيث الـ voltage بقى اللي هو across الـ bridge دي علشان في الاخر هو بيبقى zero امتى واحنا بنغير دي بطريقة مثلا ديجيتال فباسيكلي ده في الاخر ماداش نحنا نعتبر signal بين الـ point D والpoint D انها absolute signal هي basic differential signal ان كل واحدة من دول لها voltage relative ground فساعتها ان بقدر رئيس الـ A in plus و A in minus دي وقدر في الاخر عمل لها conversion cadential output وده الحقيقة مثال لـ application module رطيف جدا ممكن احنا نستعمل في الـ differential input للـ A to D بالنسبة للـ output بتاع الـ A to D احنا دفعنا من الـ curve اللي احنا شفناه بتاع الـ conversion بتاع الـ A to D العلاقة بين الـ input والـ output ان احنا عندنا maximum output range هو عبارة عن 2 to the power n يعني بنشتغل من zero لـ 2 to the power n minus 1 عندنا 2 to the power n levels ممكن ان احنا الـ output بتاعنا يقدر ياخدها فباسيكلي بنتكلم على الـ differential output دوت بيتحدد اساسا من قيمة الـ v-reference بتساوي كم relative للـ v-input يعني باسيكلي لو الـ v-input ده كان بيساوي v-reference يبقى معنا كده ياخد maximum number هنا لو v-in ده بيساوي zero يعني معنا كده الـ output بتاعنا هيبقى رقم zero فطبعا بيتحدد لنا هنا اساسا الـ output بتاعنا بيساوي كم كdigital number based على الـ v-reference بتاعنا بيساوي كم والـ number of bits بتاعت الـ output word نفسها اللي هي لو اتكلم على 12 bit a to d يبقى معنا كده ان هنا بتساوي 12 طبعا بيبقى الكلام ده كله طبعا بمعلومية الـ input بتاعنا بيساوي كم فاحنا نقدر نكونذيرت الـ input بتاعنا لـ binary word out بدلالة الـ v-reference ودلالة number of bits بتاعت الـ a to d ممكن احنا باسيك نكالكولات الـ الـ v-input نفسه نكالكولات الـ input voltage نفسه بيساوي كم من الـ equation دي نحنا نقلبها بس شوية نخلي الـ v-input بتاعنا هو براعا v-reference times output على 2 to the power n يعني لو انا كان عندي هنا الفردان to the power n ده كان 4096 مسلا لو الـ output بتاعي عبارة عن 2048 يبقى معنى كده الـ v-in بتاعي هو عبارة عن v-reference على 2 ممكن نستعمل حاجه بنسميها lsp least significant bit بالنسبه الـ a to d نحنا نعرف amount of input voltage required to produce a single code change at the output يعني عايزين نشوف مثلا لو احنا فردان عايزين نشوف v-input اللي بيغير لنا ده بمقدار واحد يعني الـ output بتاعنا دي بقى براعا 1 bit يعني 1 bit بس اللي تتغير فلو حطيتها الـ output بيساوي واحد وحسبت الحزبة دي هيبقى ده الـ v-in المقابل increase هنا بالنسبة للـ output بتاعي بمقدار واحد فباسيكلي لو انا بتكلم مع 12 bit 8 to d بمعنى كده least significant bit بتاعتي تبقى v-reference على 2 to the power 12 اللي هي بتساوي في الاخر حوالي 0.6 mV فطبعا بيدينا range كده علشان نبقى عارفين احنا بالنسبة لنا resolution بتاعتنا بتاعت الـ quantization عاملة ازاي يعني احنا مثلا لو فردان السيجنال بتاعتنا فردان هي مثلا 200-300 mV يبقى معنا كده quantization 0.6 mV ده ممكن يبقى لحد ما مش كويس فاحنا بنختار باسيكلي الرقم دوت بناء على السيجنال بتاعتنا مانجتيوب بتاعها كام وميك شرور ان احنا التفاصيل اللي موجودة في السيجنال نقدر نبقى representation in terms of الرقم دوت فباسيكلي لو ده بالنسبة لي كفاية لو انا بالنسبة لي resolution بتاعت الـ quantization بتاعتي تبقى كده اوكي يبقى معنا كده ده نقدر نمشي بي كويس انما لو ما كانش يبقى نتظر بقى ان احنا مثلا ننزل الـ الـ reference voltage بتاعنا لو احنا خدنا الـ reference voltage 2.4 ممكن نخليه 1.2 مثلا بحيث ان احنا نخلي ده يبقى النص مثلا بحيث انه ممكن يبقى احسن لنا شوي فالـ optimal situation بتاعنا ان الـ maximum بتاع السيجنال بتاعنا هيبقى قريب من V reference بحيث ان احنا السيجنال بتاعنا تبقى مفروضة على الـ range كله بتاع بتاخد جزء صغير من الـ range لو انا فرضا ده الرقم ده 4096 والـ signal بتاعتي كلها وقع من 0 لغاية 200 يبقى كده في حاجة فيها مشكلة لازم ان انا افرد الـ scale الـ 200 ده بحيث انه يبقى في الاخر 4096 عن طريق ان انا غير V reference عن طريق ان انا magnify signal بتاعتي داخلها عن طريق حاجات كتيرة بحيث في الاخر نقدر نوصل ان الـ signal بتاعنا تبقى مفروضة على الـ scale بتاع الـ طبعا لما يكون الـ signal كلها موجودة في number of bits قليل يبقى معنا كده احنا الـ quantization بتاعنا للـ signal دي هيبقى كورس هيبقى باسيك هشوف ان الـ signal بتاعتي تتغير بشكل كورس مش شكل سموث كده بحيث ان انا هفقد جزء من المعلومات الموجودة عندي في الـ signal بتاعتي لو انا بتكلم بقى على الـ unipolar output coding طبعا الـ unipolar output coding بياخد الـ reference بتاعه من 0 وغاية V reference ما عندوش اي سكيل تانى يعني ما يدرش يبقى فيه negative values ما يدرش يقل عندها ما يدرش يزيد عندها فباسيك لو 0V هتديني 0 code يعني هتديني 0 output يعني يبقى الرقم اللي طالع 0 zero 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 كـ hexadecimal number لو انا باخد V reference بياخد الـ maximum maximum يعني 12 bits دي بقى وحايد كلهم طبعا لما بتكلم عن V reference او V reference minus 1 غالبا بتبقى هم الاثنين نفس الحاجة يعني هم في الاخر بياخد الرقم بتاعي لهو V reference ده ويعمل الـ scaling دي طبعا نحن ناخد 0 فمعنا كده V reference نفسه بيبقى اكده 4096 فباسيك لو هي 4096 هي بتبقى فعليا يعني 1 zero zero يعني هنا بتبقى كنها اعلى شوية من 12 بس فهو فعليا بياخد الـ V reference minus 1 lsb كـ 4095 هي الماكسوم بتاع الـ scale بتاعه ولو هي V reference او اكبر من V reference بيساتوريت بقى مقدرش نوع يزيد عن كده لو خدت نص V reference بيبقى نص الكود اللي هو الماكسوم بتاعي اللي هو 46 على 2 بيبقى 2048 لو ربع بيبقى يعني ربع الفول سكيل بتاعي يبقى 1014 و هكذا فباسيك لو الـ range بتاعي شكله linear بس بيجي بعد كده عندي V reference وما بعد V reference او اي حاجة اعلى من V reference ما يقدرش انه هو يطلع لي حاجة اكتر من كده فبيطلع لي في الاخر الماكسوم بتاعه اللي هو الفول سكيل منس 1 لما بتكلم على الكلام ده طبعا الـ input بتاعي لازم بيقى يوني بولر ما يفعش انه يبقى bi-Polar ما يفعش يبقى فيه negative numbers لان negative numbers ممكن هي damage A to D في الحالة دي لما بشغله يوني بولر يبقى معنى كان negative numbers بالنسباله وتبقى فيها مشكلة الـ V reference ده برده لازم نميك شور انه اقل من V plus لو اعلى من V plus او الـ supply voltage بتاعي هيبقى عندي مشكلة برده انه ممكن يحصل damage للـ A to D فحيط لما يكون bi-Polar لا الـ range بتاعي بيختلف شوية بيبقى من plus V reference لغاية minus V reference بياخد zero في النص يعني zero بيبقى zero برده الـ V reference هنا بدل ما كانت 1096 قبل كده لا ده بيبقى بنص الكلام ده منس نصه هنا لغاية plus النص منس 1 عشان طبعا فيه zero بيبقى اضافي فباسيك الـ range من 2048 negative لغاية 2047 بيبقى الـ range الـ total بتاعه في الاخر بيبقى 1096 انه هو range بتاع 12-A to D فهنا لما بيكون zero بيدي zero لما يكون V reference minus V reference بيدي منس 2048 لما يكون فيه positive V reference بيدي 2047 وكل حاجة برضه بنفس الشكل كده بتسكيل يعني نص V reference بيه 1024 minus نص V reference بيبقى minus 1024 لما بيبقى أقل من minus V reference او بيبقى عبارة عن minus 2048 بيساتورات عندها بيبقى فيه negative saturation لما بيكون أكبر من V reference بيطلع لي في الاخر range بتاعي هو نفسه الماكس ما من هو 2047 اللي موجودة عندي في positive direction ناخد بالنا كويس او ان output بيطلع لنا هنا ده بيطلع لنا signed integer يعني معنا انه هو عندنا بيقى فيه negative الف الموجودة هنا دي في الاخر دي عبارة عن two's complement بتاع الرقم نفسه ففيه فرق من اللي كان بيطلع لي اللي هو range اللي هو positive اللي هو unsigned integer وفيه فرق انه ما يكون عندي signed بقى في الحالات دي ان انا بحتاج ان انا اخد في اعتباري ان الرقم طلعي ده negative فبقى فيه negative sign هنا فبقى ده بمسل two's complement بتاع output اللي هو في الحالات دي بيبقى bipolar طبعا نبقى هنا نبقى عارفين طبعا احنا بالنسبة الله في الحالات دي بيبقى عندنا ال input بتاعنا بيقدر ياخد voltage من minus V reference غاية plus V reference فاحنا عندنا ال input بتاعنا ممكن يبقى bipolar فناخد في اعتبار انا برد لو عندنا signal bipolar يبقى برده ممكن احنا ندخلها على bipolar input بالنسبة لل A to D يعني نشتغل في المود اللي هو bipolar mode ما نشتغلش في ال unipolar mode دي بقى circuit بتاع ال A to D بتاعنا ده ADC zero اللي هو 12 bit A to D طبعا عندنا نتكلم على ADC one هيبقى لهو different circuit او different block diagram ده A to D نفسه اللي هو core بتاع A to D نفسه بيبقى control طبعا مجموعة من registers وال input اللي جايله اللي هو بيعمله conversion بيبقى جايله عن طريق بوفر وعن طريق ملتيبلاير ملتيبلاير ده ممكن ملتيبلاير سيجنال اللي اللي جايله من بره بحيس نها تخش هنا على ال buffer وبعد كده تيجي هنا على ال A to D احصلها conversion ال selection هنا بالنسبة لل inputs اللي جايله هم تمانية input انرج inputs موجودين عندي ومعاهم temperature sensor برضو ك 9th input جايله من قول نفسها فباسيك عندنا هنا 9 lines ممكن نعمل بهم selection او نعمل منهم selection بنعمل لهم selection بربعة bits طبعا اربعة bits لان احنا عندنا اكتر من تمانية تمانية ممكن يبقى ثلاثة كفاية لما نزودنا التاسع دا يبقى محتاجين هنا اربعة bits فحسب ما انا بختار من الاربعة bits اللي موجودين في AMX 0SL دي الاربعة bits الاوليين دول حسب ال selection بتاعي فيهم بختار اني واحدة من دول بتبقى موجودة طبعا دول نفسهم موجودين فين بيبقى موجودين على assigned bits او ال pins جايالي من من port 0 through 3 وطبعا التحديد بتاعه بتاع انهي bits اللي جايالي من من ال ports دي بتبقى على اساس الكروس بار بتاعي انا عملت له selection ازاي او عملت له programming ازاي فالإيمبوت الجايالي ديت ممكن اخدها بالشكل العادي ككل واحدة فيهم كإيمبوت مستقلة خالص يبقى في الحاليات دي انا بتكلم على ان انا بتكلم على unipolar او بتكلم على single ended allotational converter operation او ممكن انا اخد كل اتنين منهم اعتبرهم differential بيتحدد الكلام ده عن طريق اربعة bits موجودين عندي في AMX 0 CF حسب selection بتاع دول هنشوف فيه تابل كده بيحددلي دول لما بختارهم ب different combinations بختار دول ازاي بس عمتة ممكن اخد اول اتنين يبقى differential لبعض وتاني اتنين لبعض وتالت اتنين لبعض ورابع اتنين من differential طبعا الجزء بتاع temperature sensor ماينفعش يشتغل غير unipolar operation ماينفعش يشتغل خالص كdifferential لان هو basic ده يعني من جوة نفسها فمفيش عندي حاجة تانية اقدر يخليها ريفرانس لها وهي basic بتقسلي حاجة محددة بحتاج ان انا اعرفها على طول مباشرة السابلاي بتاع الانتوشتر كونفيرتر والبافر اللي هو بياخد السيجنال اللي جاية ده ويعملها بافرينج بيتحدد ب AD0 اللي هو ADC0 ده اللي هو البيت الموجودة هنا في ADC0 ده لو بواحد يبقى معنى كده في سابلاي هنا وفي سابلاي هنا يبقى معنى كده الاتنين دول لو انا بعمل للانتوشتر زيرو يبقى معنى كده بحط عليه ده زيرو يبقى معنى كده بيبقى مفيش هنا سابلاي برضو من الحاجات المهمة اللي اخد بالنا منها الجزء بتاع طبعا عندنا في الانتوشتر كونفيرتر زيدي في عندي حاجة تقولي او بتدي اعملي كونفيرجن دلوقتي اوكي دي ممكن تجدنا من كزا سورس وبتحددولنا برضو انهي سورس بناخده على اساس برضو number of bits موجودين عندي في الـ الـ بتاعت الـ بتاعنا فممكن ناخد الـ بتاعنا بالصفتوير نحن نخلي ADC ADC AD0 بيزي اللي هي البيت دي تبقى بواحد AD0 بيزي اللي هي موجودة هنا دي دي موجودة هنا في الـ اللي هي دي اوكي لما بحط دي بالصفتوير لما انا بكتبها هنا بإداية بواحد هو بيكتدي الـ مباشرة لو انا ما كتبتك بواحد واخد واحد من السورس الثانية هو بيخلي البيت دي بتساوي واحد وهو بيعمل الـ بيسيك عشان كده السهم اللي هنا ده سهم في اتجاهين يعطوه 2-way arrow هنا معناها انه هو ده الـ ممكن يخلي AD0 بيزي تساوي واحد او ممكن AD0 بيزي لما بتكون بتساوي واحد تخلي الـ ممكن الـ تجيله من timer 3 overflow او ممكن timer 2 overflow او ممكن نجلنا من external pin تبقى جيالي يعني عن طريق clock جيالي من برا خالص من برا الشيب خالص عن طريق البندي فيه pin عندنا اللي هي CNVSTR دي ممكن هي بتعمل بتطلع مسلا من 0 الواحد على الـ بتبتقي تعمل start conversion هيا بالنسبة الـ بيسيكلي بالنسبة للسورس دي بنقدر نحددها عن طريق AD0 CM اللي هي موجودة عندنا فيه ADC0 CN اللي هو الاثنين دول اوكي هم دول اللي بيحددولي بزبط هاخد alien source من السورس الموجودة عندي دي علشان يبقى هو start conversion بتاع الـ اللي بيحصل بعد كده لما بيخلص خلاص conversion بيتحول للـ 12 bits اللي بتحطولي في AD0 ADC0L وADC0H اللي هم two output registers اللي هم طبعا بيبقى عندي 12 bits ففي الاخر خالص هو فيه combination logic بتبقى جايالي هنا بتبقى هي بت combine اللي تندل مع بعض عشان تطلعلي في الاخر integer value بالنسبة لي الرقم اللي طالع الحقيقة ممكن end of conversion نفسه في حد ذاته اللي هو وانس انده خلص بيخلي البت دي اللي هي ADC0 WENT اللي هو الانترابت او اللي هي البندنج فلاك بتاع الانترابت اللي هو end of conversion ده بيبقى بواحد وممكن نهو بس ممكن كمان الـ value اللي هنا ممكن اخليها تجنريت انترابت الـ comparison مع greater value lower value يبقى بحطنا limit كده يبقى في عندي ADC0LTH threshold lower threshold high وlow يعني دول عبارة عن بكره خليه برضو احط هنا 12 bit value وهنا برضو ADC0GTH وTL اللي هو عبارة عن threshold high اللي هو greater value بتاع threshold بتساوي كام بيزعى الـ lower والـ upper values بحطوهم هنا ممكن انهو يطلع لهنا انترابت تاني اضافي بيزد على الـ comparison اللي بيحصل هنا دول لو حصل الـ comparison ده طلع outside الـ window دي هو بيدين انترابت تاني مختلف على الـ interrupt بتاع الـ end of conversion فباسيكلي بقى في عندي 2 different interrupts ممكن انا هطلعهم من الـ من الـ اللي هو الـ الانترابت الاولاني خالص اللي هو بتاع الـ basic الـ end of conversion والانترابت بتاع الـ window انترابت اللي انا باسيكلي ان الـ value اللي طلع دي برضو في حاجة مهمة اولي لازم اخذ بالنا منها لازم بيبقى دخلينا هنا طبعا voltage reference ودخلينا حاجة زي system clock كده علشان في الاخر successive approximation ده بيمحتاج within الـ conversion نفسه يمحتاج عنده clock علشان يقدر يطلع الـ value بتاع الـ annotation conversion دي فباسيكلي بياخد system clock وعلى اساس انا بحدد هنا بقى الطريقة بتاعت استعمال system clock دي ازاي علشان اطلع في الاخر clock اللي هشتغل بيها جوة الـ successive approximation a to d ديت بياخد system clock بيقسمها على factor ويقدر يستعملها بعد كده هنا كالـ clock اللي بيعمل بيها conversion of successive approximation a to d فطبعا كل الحاجات دي طبعا زي ما احنا شايفين كده ما عندنا مجموعة من الـ registers sfr special function registers حسب الـ values اللي نحطها فيهم بيتحدد الـ operation بتاعي بحدد الـ input بتاعي جاي منين بحدد multiplication factor بتاعي اللي هضربه في الـ input ده هيبقى بكام هحدد ازا كان الـ a to d نفسه وذا مش enabled عن طريق برضو يعني ان انا enable الـ bit دي تبقى بواحد حدد بعد كده برضو برضو source of conversion ده بيساوي كام وحدد برضو الجزء بتاع الـ window اللي انا بعمل عليها threshold دي برضو بتبقى بتساوي كام نقدر بقى اللخص الـ 12 bit 2d بتاعنا اللي هو ADC zero في الحاجات الكلمة عليها دلوقتي نحن دينا باسيك ناينت شانل فيها عندنا تمانية شانلس ممكن يبول سنجل اند ممكن يبول دفرانشل الناينت شانل زي ما قلنا دي فكس و دي بتشتغل بس على الانتشيب تيمبيرتر ماجرمين يعني ما يفعش ان انا اغيارة احطها امبوت من بره فيه بروغرام بجين امبليفاير ده عبارة عن الديفولت جين بتاعه بساعة واحد بس ممكن اعمله بروغرامنج ان انا اعمله ملتيبليكيشن ب .5 1 2 4 8 or 16 ممكن يبقى فيها عندنا طبعا فيها عندنا بروغرامنج 12 bit successful approximation register A to D لهو ده الكور بتاعنا بتاع اليونت ديت وكل ال A to D دوا بيبقى انا خلي ال bit بتاعت AD 0 انابل تبقى بتساوي واحد لو هي دي بتساوي 0 زي ما احنا شفنا supply بتاع ال A to D نفسه مبقاش موجود فمعنى كده بيبقى هو completely disabled عشان ما انا بتدي نخلي ال A to D بتاعنا يشتغل عندنا كذا طريقة زي ما احنا قولنا عشان نعمل start of conversion عندنا اول حاجة ان software command نكتب واحد AD 0 busy يعني نعمل ده اكناها on demand كده يعني وقت ما انا احب ان انا اعمل conversion اكتب ADC 0 busy بتساوي واحد يبقى معنى كده هبتدي convert right away بعد وانس انها كتبت البيدي بتساوي واحد او ممكن ابرمج timer 2 عشان يعني لما يعمل overflow هو ده timing بتاعي اللي انا بستعمله علشان نعمل adaptation conversion او ممكن اعمل timer 3 سعمله في نفس الكلام او ممكن يبقى في عندي external signal input اللي بتبقى جيالي من البيت او الpanel اسمها cnv str ودي بتبقى basic على rising edge كل ما بتيجي rising edge يبتدي يعمل start of conversion طبعا هنا بالنسبة ل timer 2 timer 3 انا بحطه بقى فيهم ال value اللي انا اعاوزها بحيث ان انا اعمل accurate timing لو عايز اعمل مسلا بقلاك واحد كيلو هيرتز مسلا يبقى يستحسن استعمل timer انما لما بعمل حاجة يعني بتشيك على حاجة مثلا برا يبقى مش محتاج ان انا اعمل يعني timer عشان يعمل الكلام ده ممكن اكتبها بالsoftware software طبعا الperiod بتاع الconvergence نفسها ما تبقاش very accurate بس ممكن تبقى sufficient في بعض الapplications اللي انا بقى تشيك فيها على حاجة ممكن لحد ما تبقى بطيئة لو انا بقيس مثلا يعني حاجة مثلا لا علاقة ب human interface مثلا يبقى معنى كيلو تبقى بطيئة كفايا ان انا مش محتاج لها timing يبقى عالي لان انا ممكن مثلا software بتاعي اعمل بقى checks كده ويبقى ال checks دي ما تبقاش timing بتاعها very accurate بس تبقى عادة sufficient بالنسبة ل human input عامة ال ed zero busy بتريمين او بتفضل بتساوي واحد during conversion يعني طول ما هو بيعمل conversion طول ما بيعمل ال operation بتاع ال conversion لسه ما كملش ال conversion لغاية الاخر طالما هو في اثناء ال conversion نفسها بتفضل ال bid دي بتساوي واحد يعني بعد ما اكتب عالي مثلا ب software command بتفضل واحد او لما يحصل overflow بتاع timer 2 بتفضل بتبقى بواحد او اي واحدة من دول تيجي بتفضل واحد لغاية لما يخلص once ان هو خلص بتبقى restored automatically فمعنى كده ان انا ممكن اعمل تشيك على ال bid دي بحيس ان انا اعرف امتا هو خلص يعني لو انا عايز اعرف امتا هو ال conversion خلص يبقى ممكن اتشيك على ال bid دي بحيس ان انا ماخدش values من ال output registrers تاعتي قبل ما يكون ال conversion تم لغاية الاخر فباسيك لما اتكلم على falling edge بتاع ED0 busy انها بتبقى واحد وتنزل zero او ما بيخلص ممكن اعمل بها trigger interrupt اللي هو ED0 interrupt فده ممكن اعتبر ده واحدة من ال interrupt flags اللي هي كsource من السورس بتاعت ال interrupt flags اللي انا ممكن ان انا اعمل بها interrupt في ال A to D once ان هو ده بقى يعني بقى بواحد هو automatically بيعمل ال interrupt لان اعمل enabling لل interrupt طبعا انا محتاج عشان اعمل ال interrupt زي ما احنا شفنا في الجزء بتاع ال interrupt لازم نحنا settle bit بتاعت ال interrupt enable بتاعت ال particular interrupt ده تبقى بواحد فده موجود في EIE 2.1 اللي هي EIE 2 ده عبارة واحد من ال interrupt enable و point one اللي هي bit number one فيه وباسيك لان انا حطيت ده بيساوي واحد و اعمل global enable لل interrupt لو اي ايه بتساوي واحد يبقى معنى كده لو جالي ال interrupt بتاع ال ADC zero end of conversion interrupt ده جالي يبقى معنى كده يجلي ال interrupt وهنفز بعد كده ال interrupt service routine بتاع ال ADC zero يبقى لازم اكون كاتب interrupt service routine ساعتها عشان ايه يقدر يرفزه لما يجي ال interrupt ده زي ما احنا شوفنا برده في جزء بتاع ال DC converter كان عندنا 12 bits برده و كنا يعني بنحطهم برده في 16 bits فبرده هنا عندنا نفس القصة ان احنا نحطهم فيين في 16 bits في عندنا 2 options بس هنا كان في عندنا options اكتر شوية في DC converter ال option اولية ان احطهم من zero لغاية 11 او ال option التانية ان احطهم من اول 4 لغاية 15 فباسيكلي بقولي على الاولية دي انها right justified يعني بحط الارقام كلها ناحية اليمين او بحطهم هنا left justified انهم الارقام كلها بتبقى ناحية الشمال فدي بتتحدد لي بbit اسمها ADC AD0 L JST لهو left justification لو هو zero يبقى معنى كده right justified لو هي بواحد يبقى معنى كده هي left justified دي موجودة في ADC 0 CN البيت number 0 فدي امتنى ال default بتاعها بيبقى عبارة عن 0 فمعنى كده ال default بتاعي بيبقى عقام بتاعتي جاهلي في ال least significant 12 bits الموجودة عندي في ال register فلما وحط التين جنبى بعض كده بيبقى طبعا ال low ده ال high فمعنى كده بيبقى عندي 8 bits في ADC 0 L و 4 موجودين في ADC 0 H ما عنديش اي option ثانية بقى في ال additional converter كان عندي steps كده من ممكن تبقى من واحد لغاية مثلا هنا 12 وهكذا لا ما عندناش بقى السبس دي المابنج نفسه بقى في الحالة دي لما بتكلم على ال analog input بتاعتي دي لما بتكلم على ال single ended operation ال ADC code اللي هو طلعلي في ال output هو عبارة عن V input في ال gain على V reference في 2 to the power n فباسيكلي ال V reference طبعا انا كنت اتكلم عليه بعد شوية وهو نفس الطريقة اللي اكون اعملنا بقى ال V reference اللي شفناه قبل كده ال gain بتاعي بقى هو اللي جايلي من program or gain amplifier اللي موجود في الاول اللي هو multiplier اللي موجود في الاول في ال block diagram بيتحدد حسب هو ده بكام ممكن ان هو يبقى multiplied by the input فمعنى كده يغير اللي conversion بتاعي ده يبقى بكام او ممكن لو هو بواحد وده default بتاعه يبقى معنى كده مش هغير اللي في حاجة فباسيكلي انا ما بتكلم على ال n الصغيرة دي اللي هي عبارة عن number of bits بتاعتي يبقى معنى كده انا بتكلم ان انا في الاخر range بتاعي من zero لغاية 4096 طبعا في الاخر انا بقول ان احنا عندنا maximum بتاعنا 4095 اللي احنا عندنا 12 bits ما نقدرش ان احنا نحط لها يعني ماداش نحنا نستعمل بت يعني تعملينا اللي بقى 96 دي محتاجين بت زيادة فمعنى كده ان الماكسمن بتاعنا هنا بيبقى بقى 95 في بقى لما احنا اعتبرنا نفس الحاجة هي هي بقى بالنسبة للبايبولر في البايبولر الحقيقى بيبقى عندنا نفس الإكواجين هي هي بس هنا في دي بده من نحط ال n كاملة اللي هي 12 بحطها 11 ف11 دي عشان تديني نوع positive or negative لان ال vn دي ساعتها بتبقى ممكن تاخد ارقام positive او negative ففي الحالات دي بقى نفس الإكواجين هي هي بالظبط بس هنا n-1 فوق وفي هنا كل الإكواجين زي ما هي وتاخد بقى positive or negative values حسب ال vn بتاعتي بتساوي كامل لو احنا بقى شفنا امثلة لتطبيق الإكواجين بتاع ال conversion دي لو احنا اعتبرنا ان احنا عندنا الإنبوت بتاعنا في a in zero لو اول ال input عندنا واستعمل لها ك single ended mode فباسيكلي احنا بنتظر نحط بقى ساعتها amx zero cf بتساوي 00 و amx sl 00 برضه عشان نخلي ال gain بتاعنا بيبقى ساتله واحد فاحنا باسيك عملنا selection هنا ل a in zero وخلينا هنا ال configuration بتاعتنا single ended mode بالنسبة لل input ده وخلينا ال gain بتاعنا بيسوح ففي الحالة دي لو احنا عندنا zero هيتطلعنا zero طبعا لو انا حاطت ad0l gst لها left adjustment flag بتاعي لو حطوا بتساوي zero فهيطلع لي zero زي ما هي وهنا يطلع لي zero زي ما هنا مفيش اختلاف انما لما ابتدي بقى اخد ال maximum بتاعي اللي هو برا عن vreference هلاقي ال maximum بتاعي هنا لو كان right justified يبقى fff لو ده اقصى رقم ممكن ناخده 12 bits لو هوا left justified لا ده هما fff دي بتبقى left justified يعني معكها zero ده هيبقى موجود هنا هتبقى fff zero يبقى 12 bits بتوعي اللي هما اللي باخدهم 12 bits اللي باخدهم هما most significant 12 bits لو خدت نص ال vreference هتطلع لي نص ال scale بتاعي اللي هو 800 وهنا يطلع لي بدأ 800 هيبقى 800 عندي left justified فمعنى كده في عندي zero بعدها يبقى 8000 لو باخد vreference 2047 على 2496 هو ال full range بتاعي هتطلع لي 7ff ليه اصغر من دي بواحد وهتبقى 7ff دي بعد كده لو انا عملتها left justified هتبقى 7ff zero ففي الاخر 12 bits بتوعي بموجودين اما right justified اما left justified في الحالة دي انما range بتاعنا زي ما احنا شفنا ممكن ناخد الحاجات دي زي ما هي كده وانطبقها في ال equation هلاقي ان ده فعلا نص ال scale بدي نص ال scale لو قللت ب lsb هتطلع لي ان هو اقلب single digit او single number اوكي في الحالة دي وطبعا الرقم في الاخر ببص على 12 bits ان هما حسب adjustment بتاعي او justification بتاعي right ولا left عشان مش mistake هنا مثلا هنا لو زودته واحد يبقى في عندي هنا fff1 لا ده هو بيبقى ffe0 يعني بقلل من ال bit دي بقلل من الرقم دوت مش بقلل من الرقم الاخراني اللي الرقم الاخراني ده مش معايا خالص انا عندي بس 12 bits من دول هما اللي شغالين فنقدر نصماريز بقى ال programming steps بقى adc0 ان احنا بنconfigure voltage reference ده طبعا شفناها في ال DAC بيتعمل ازاي عن طريق ref0cn بنختار reference ده جاي منين وبنسأل star zero conversion clock frequency mpga zero gain star zero دي هي system clock اللي ده خلالي بالنسبة لل successful approximation a to d فباسيكلي بقى conversion clock ده نفسها بحددها وبحدد الجيم بتاعي من خلال adc0cf بنconfigure بعد كده multiplexer input باسيكلي بختار انا عايز ايه بالظبط بالنسبة لي بالنسبة لل input بتاعي فباسيكلي بختار ال input channel زبار عن ايه وبعد كده يعني بشوف اذا كان يعني اذا كنت عاوزها تبقى single ended ولا differential هنا بقدر احدد اذا كان single ended او differential هنا بقدر احدد رقم channel نفسه اللي انا بختاره هو كام بعد كده باستل appropriate control bits and start to conversion mode and turn on the adc0 يعني بشوف بعد كده اذا كنت عايز مسلا اختار start to conversion مسلا جايلي من timer 2 ولا timer 3 ولا حاجات دي كلها ولكنت اشتغل من timer 2 ولا timer 3 بمعنى كده لازم ان انا configure timer 2 timer 3 زي ما شوفنا في جزء بتاع ال timers عشان يدوني ال appropriate timing وبعد كده بشوف برضو اذا كان في عندي حاجات تانية عايزة احددها هنا اذا كنت عايزة انابل interrupts ولا عايزة احط ال window مسلا انا بعمل عليها interrupts او كل الحاجات دي كلها بعملها في ال selection بتاع ال appropriate control bits دي بعد ما بخلص خالص بترن on ال A to D دوت ان انا بحط طبعا adc0 enable احطها بتسعب واحد ودي تبقى اخر خطوة عشان يبتدي بعد كده يشتغل بداية من اول start to conversion هتجيله نرجع نفتكر تاني الجزء بتاع ونا بنعمله configuration ازاي عندنا هنا on-chip voltage reference وبيطلل لنا 1.2V ده ممكن يبقى يعني times 2 يعني بيتحدد هنا طبعا عشان نقدر نطلعه في الاخر على output يعني يبقى في عندنا output بيطلل لنا 2.4V output اوكي لو عملنا disabling لل bit ديت بيبقى عندي مشكلة ان انا في الاخر ما بيبقاش ال output ده طلعلي على ال pin دي ال pin دي كلها متحددها في في ال register اللي هو ref zero cn اوكي حسنا ما بحط دي وحسنا ما بحط ال bias e دوت ال bias e دوت هو اللي بيشغلي ال voltage reference ده ويشغلي ال analytical converters و digital iron converters كلهم يعني هو ده اللي بيتحدد بيحددي ازا كان دول اصلا هيبقوا وصل لهم supply ولا مش وصل لهم supply فباسيكلي لازم انا اخلي ال bias e دوت بيساوي واحد عشان ده يبقى enabled وكل دول يبقى enabled اوكي فدول اللي هما الاثنين اولين وصلوا supply وبشتغلوا لا وده لازم يكون بيساوي واحد عشان ال analytical converters و digital iron converters يبقوا شغالين حتى لو مش بستعمل ال voltage reference ال on chip ده بيحدد لي ازا كان ال voltage reference ال on chip دوت هيبقى available بره او مش available بره يعني لو ال bit ديت بتساوي زيل ومعنى كده مفيش هنا حاجة ده مش هشتغل فمعنى كده ال voltage اللي هنا دوت مش يطلع لي هنا خالص لو شغالي بقى يطلع لي هنا times 2 ويطلع لي هنا 2.4 voltage في الايه في ال output بتاعي انا ممكن انا اخد ال voltage ده نفسه احطه بقى ك reference لل dax لل addition to an converters او ممكن انا بيبقى فيها عندي برضو اللي بالنسبة لل addition to an converters بيبقى عندي ال input بتاع ال voltage reference بتاعي ده جايلي اما من addition to an converter zero يا اما جايلي من يعني reference voltage اللي ك external pin موجودة عندي بره خالص فانا ممكن اخد 2.4 volts دي احددخله على V reference zero واسلكت دوت عن طريق ال pin دي عن طريق ال bit اللي موجودة عندي دي اوكي ان انا اخد voltage reference اللي بره ده او اخد output بتاع DAC اللي جوه دوت اوكي نفس الكلام هو هو بالضبط هنا ممكن اخد ADC one بيبقى عندي reference voltage بتاعي يا اما ال pin اللي جايلي من بره اللي هي V ref one او ممكن يبقى AV plus AV plus ده واحد من اللي داخله لل ال chip بتاعتي اوكي مش باخد بقى من دي اشتر ال converter zero لا انا ممكن انا تبقى حاجة constant كده وموجودة عندي من ال input للايه لل voltage بتاعي 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 ال chip نفسها فطبعا حسب ما انا بحدد بقى انا مختار هنا الان اشتر ال converter بتاعتي واخدها منين بتحدد بعد كده reference voltage بتاعي جاي من دين طبعا بيبقى في ميزة ان يبقى فيها عندي reference voltage جايلي من داك zero لان انا ممكن انا بقى عايز custom V reference عشان انا السيجنال بتاعتي في range معين يعني فرضا مسلا ال range بتاعي بتاعي ال voltage reference اللي هو اللي جايلي من internal source دا 2.4 volts لو السيجنال بتاعتي range بتاعها مسلا 0.5 volts يعني 500 ميلي volt يبقى احسن ان انا اخلي ال reference بتاعي هنا في range بتاعي 500 ميلي volt برضو اكبر منه بشوة صغيرين عشان بقى make sure ان ال output بتاعه يبقى مالي scale بتاعي مالي من zero لغاية 4096 مايبقاش او من 4095 هو maximum بتاعه انما لو انا خدت ال voltage بتاعي اللي هو ال input بتاعي دا تقلب كتير من reference يبقى معنى كده انا بعمل مسلا تغييرات فوذين مسلا 300400 من ال 4096 فمعنى كده بتكلم ان طبعا ال efficiency بتاعت quantization هتبقى مش كويسة هيحصالي loss لبعض ال details الموجودة في signal ودي حاجة مايش كويسة خالص فعمتا بالنسبة لل voltage reference لازم نخلي دي بتساوي واحد لازم نخلي دي بايس اي دي بتساوي واحد عشان كل دول يشتغلوا وباخد بعد كده ال voltage reference لو انا عايز ادخله بقى على دول يعني على ال V reference بالنسبة لل EDD0 او EDD1 اللي هو الاتنين الموجودين عندنا دول بحط طبعا بقى من خارج نفسها خالص بقى connectie دي معاهم بحيس انه ماكشور انه ايه ايه السا بلاي ده يخش بعدكدة على الانلوك تشت ان ال Converters دي وباختار بقى ال appropriate само密 hesit او ال appropriate bitsling موجودة عندي هنا ל selection Binns اللي موجودة عندي هنا دي بحيس ان انا سيليكتت ازاكتت عايز من الخارج او عايز من الداخل من عند 8D0 او هنا من الخارج او من ال AVP i اللي هو عبارة عن الانلوك كانلي ل Straight بتاعتي واحده من السبلايز انا بحطه على الشيب بتاعتي. ده الريجيستر بتاع اللي هو ريف زيرو سيان اللي هو في كلام ده. ده اللي هو سيلكشن بتاع ال EDC zero voltage reference يعني لو اخترت ده بيتساوي zero بمعنى كده باخد مع reference vref zero pin اللي يجالي من بره. لو واحد يبقى بياخد مع deck zero output. التاني اللي هو AD1 VRS اللي بتكلم على اللي هو voltage reference select. ده بيبقى برضو لو zero بياخد مع vref one pin. او لو واحد بياخد من supply من EV plus واحدة من السبلايز الداخلها للشيب بتاعتي. باسيكي temperature sensor enable bit دي لو انا حطتها ب zero. معنى كده ان انا بخلي internal temperature sensor off. يعني معنى كده ما بيشتغلش. يعني ما بشغلهاش. ما بنهاش enable. فلو انا عايز اشتغل بيها وايس من عليها. يبقى معنى كده بحطها هنا on. طبعا انا بخلي حاجات دي enabled برضو نفس الكلام بالنسبة للبايس بتاع ال A to D و D to A. ده برضو ممكن اخليه off يعني ما يبقوش شغالين او بواحد هنا هيبقى معنى كده شغالين. دول بعملهم علشان في الاخر اا لو انا مش بس اعمل ال peripherals دي بقى معنى كده ما فيش داعي ان انا waste جزء من الانرجي بتاعتي على ال operation بتاعهم. ففي الاخر دي حاجات كلها طبعا معمولة علشان optimize the power consumption بتاع الشيب دي. الرف بي اي هي بتحددلي اذا كان ال internal reference buffer off او لو بواحد يبقى معنى كده internal reference buffer on ويبقى معنى كده internal voltage reference is driven on the V reference pin. يعني لو احنا عايزين نطلع ال internal reference voltage بتاعنا على external pin عشان نستعملها بعد كده كreference external reference ADC0 و ADC1 زي ما احنا شفنا هنا يبقى لازم يتكون بتاعه واحد. طبعا احنا شفنا من ال buffer اللي موجود هنا ده بيمultiply by 2 يعني ال reference الجوه اللي هو 1.2 ده بيطلع لي 2.4 على ال output. لو منتر بقى ال configuration register بتاع ADC0. هلاقي عندنا هنا آآ يعني ال base اللي بتاع الي تحت اللي هي من 0 غاية 2. بتحدد لنا جيم بتاع ال internal amplifier بتاع ال programable amplifier او programable amplifier او programable amplifier. لو هي zero 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 يبقى جيم بتساوي واحد. لو zero zero واحد يبقى جيم بتساوي اتنين. zero واحد زيرو جيم بيساوي اربعة. zero واحد واحد جيم بيساوي تمانية.valuation واحد زيرو اي حاجة, يعني واحد زيرو واحد الد τι جيم بيساوي ستاشر. لو واحد واحد اكس واحد واحد اي حاجة واحد واحد زير، واحد 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 بيبقى اللي بيبقى بالتساوي po.5 طبعا، زيحنا شافين بيبقى في تساوي اللي نحن ماداش طبعا نعمل نسع في ال ارج ele transitioning converter ممكنarynها طبعا طبعا معقدة شوية بنسبة للشيب ذا يكتبه فدي يتحدد لنا أن الجيم بتاعمنا بيساوي كام呢 الجيم بيساوي واحد دأ هو ده الديفولت يعني ما غيرناش اي حاجة الديفولت جيم بتاعنا بيسوح. طبعا ممكن نستعمل حاجة زي كده لو احنا في الموضوع اللي كلهم بيكلموا عليه من شوية ان احنا لو عندنا الريفرنس فولتج بتاعنا 2.4 والسيجنال بتاعتي 0.5 فولت مسلا. انا بحب دايما ان انا اخلي الريفرنس فولتج قريب من السيجنال بتاعتي. فممكن مسلا امتليبلاي الـ 0.5 فولت سيجنال دي بـ 4 مثلا عشان تبقى فرنج بتاع 2. يبقى ريبة شوية عن الـ 0.5 فانا كده بفرد الـ scale بتاع الـ output بتاعي. بقى للـ quantization errors بقى حسن الـ performance بتاعي. الـ bits بقى من قول تلاتة لغاية سبعة. بتحددلي بقى جزء بتاع الـ conversion clock نفسها اللي جوة بيحصل لها ايه بالزبط. يعني الـ conversion clock اللي هي بتحددلي الـ approximation conversion نفسه اللي جوة ده بيتعامل ازاي او بيتسعمل any clock. ده باسيكلي في الـ bits دي حسب ما انا بحط الـ bits بتاعتي اللي هي من قول تلاتة لغاية سبعة اللي هم عبارة عن يعني بنتكلم على خمسة بيتس. فباسيكلي بيتكلم على ان احنا عندنا الخمسة بيتس دول بيحددولي الـ rate بتاعي بتاعي بتاع الـ annotation conversion اللي جوة ده بيبقى عامل ازاي بالزبط. فده باسيكلي بيبقى عبارة عن system clock اللي هي اللي دخلها له input. اللي هي وتبقى بقى clock اللي هم يستعملها عاملة ازاي في الـ chip بتاعتي. بقسمة على factor جايلي من الارقام دي. بيتحدد بالارقام دي. ويبقى minus one. فهنشوف الكلام ده دلوقتي بيتحدد ازاي بالزبط على الـ scale بتاع بقى CLK ده بيحدد الـ scale بتاع الـ conversion ده بتاعمل ازاي. فباسيكلي الجوزة بقى بتاع conversion ده نتكلم عليه بتفاصيل اكتر شوية. ان الـ conversion clock has a maximum frequency of 2.5 ميجا هيرتز. ما تزيدش عن كده. يعني لو انا بستعمل 25 ميجا ما يفعش استعمل 25 ميجا مقسومة على واحد. لا لازم ازود دي. اللي لازم احط الـ ADC0SC ديت. اللي هي الارقام اللي جاية من الخمسة بتز. اللي موجودين اللي كلنا بتكلم عليهم دلوقتي حالا. لازم احطوهم برقم بحيس ان الـ conversion maximum frequency بتاعته تبقى maintained. الـ 2.5 دي ما نتعدهاش. فباسيكلي ناخد احنا الرقم بتاعنا. اللي احنا الخمسة بيت دول كانوا بكام. نحطوهم هنا. plus one. والـ clock بتاعتي بتاعتي اللي هي الـ SAR zero. هي عبارة عن system clock على الرقم دوت. يعني نتكلم مسلا على CLK SAR zero دي اللي بنشوفها في الـ equation اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت. بتتحدد بان انا باخد system clock بتاعتي مقسومة على الرقم ده. لو فرضا system clock بتاعتي كان 16 ميجا. الخمسة بيت دول كانوا سات لـ 10000 اللي هي عبارة عن 16. يبقى معنى كده الـ CLK SAR zero بتاعتي هتبقى عبارة عن 16 ميجا على 17. تبقى 941.176 كيلو هيرتز. لو الـ value اللي loaded في الرقم دوت كانت 1000000. بتكلم ان انا الوقت اختارت ان انا في الخمسة بيتز بتبقى هيبقى 16. فمعنى كده هيبقى عندي clock frequency بتاعتي اللي هي SAR zero بتاعتي CLK SAR zero بتاعتي تبقى الرقم دوت. وفي الوقت نفسه 000 اللي هم التلاتة بيتز الاولانيين بتحددلي ان الـ game بتاعي في الـ program or game amplifier بتاعي بتبقى بتساوها. الجزء بقى بتاع configuration بتاع الـ input بتاعي. بيتحدد بالـ AMX zero CF اللي هو configuration بتاع الـ analog multiplexer اللي موجودة عندي في الـ input. فباسيكلي في عندي اربعة من دول اربعة bits هما دول اللي بيهموني. بقيت الـ bits اللي موجودة عندي في الـ register ما يهمونيش. الاربعة bits دول لو حطيتهم بزيرو. يعني حطيت اي واحدة فيهم بزيرو. يبقى معنى كده باتكلم على كل واحدة من الـ input بتاعتي تبقى single ended. لو حطيتها بواحد يبقى معنى كده باخد الـ input Z كdifferential input pair. بيخش مع بعض على الـ الـ converter بتاعي. زي ما احنا شوفنا في الـ block diagram كان بيبقى في عندي الـ input IN1 و IN0 كان الاثنين مع بعض في بلوك الواحدين كده. و IN2 و IN3 مع بعض وهكذا. كل اثنين منهم الحقيقة حسب ما انا بختار هنا الـ selection بتاعي 0 ولا 1. بيشتغل ايما independent single ended inputs. ايما differential inputs بيخش مع بعض. بالنسبة للا انا بتشترك convert. selection بقى بتاع الـ channels هتدخل على الـ A to D. بتتحدد لي بـ register دوت. ايما X0SL. لو selection register بتاعي. في عندي اربعة bits زي ما احنا قلنا. عشان يغطوا لي التسع inputs اللي ممكن يدخلوا. واحدة من تسع inputs اللي ممكن يدخلوا لي. فـ range بتاعي الـ ارقام دي من 0 0 0 0 الـ 1 1 1 1 binary. فدلوقتي لو احنا فكرنا كده احنا مش محتاجين طبعا نوصل للرقم دوت. بس actually ده بيبقى موجود بالشكل ده. علشان احنا عندنا دلوقتي مش بس بنعمل selection الواحدة من تسعة. لا ده احنا عندنا combination كتيرة مختلفة موجودة نتيجة ان احنا عندنا مش بس يونيبولر inputs. او single ended inputs. بقى عندنا كمان differential inputs. فعشان اختارهم بقى ازا كنت اختار differential ولا اختار single ended. بقى عندي بقى يعني دينا معقدة شوية. فدي الحقيقة بتبقى define في التابل اللي هنشوفه دلوقتي. ده التابل اللي بيقول لنا الاختيار بتاعنا. بتاع الconfiguration نفسها. مع الاختيار بتاع الاني واحدة من التسعة هي اللي سيلاكتد. بيبقى ظهر لنا عندي في التابل ده. فباسيكلي لو انا بتكلم على الكل البيتس بتاعتي كلها ان هي single ended. فمعنى كده ان هم دخلين لي كده هم التسعة جنب بعض كده مفيش اي مشكلة فيهم خالص. بختار حسن بختار زير ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا اي حاجة فيها يعني اكبر من تمانية او تمانية في اكثر يعني. ده بيحدد لي اني واحدة من التسعة لاني باخده انما دلوقتي لما بتكلم بقى على ان انا دلوقتي مغير تبقى في عندي بعض اللي بقى مغير دفرانشل يبقى معنى يتختفي عندي من التابل دوت. يعني دلوقتي يبقى عندي لما بحط هنا مثلا الشنر الاولينية تبقى دفرانشل. يبقى معنى كده هيبقى配 يعني اي زيرو ان او انزيرو لو انا إجي انفوت وان. معنى دلوقتي درابقى 어느 واناو تبقى شانل واحدة داخل دلوقتي. فمعنى كده انا دلوقتي ما بقاش عندي دي موجودة. بقى عندي تشانل واحدة موجودة بس هي عبارة عن دفرنشل امبوت بتاع الاتنين دون نقس بعض. فنفس الكلام لو انا عندي بقيت الحاجات زي ما هي بتفضل زي ما هي. حسب بقى ما انا بحدد هنا. اذا كان في دفرنشل انا مش دفرنشل يعني بتوصل في الاخر خالص ان هم كلهم يبقى معنى كده بقى عندي دي او دي او دي او دي وبس كده. حاجات اللي في النص دي ما بقيتش دلوقتي اا امبوت شانل يعني سيلكشنز يعني هنا دلوقتي اما يكون عندي مكان فاضي هنا يبقى ده مينفعش انا في الحالاة دي بالذات يعني في المكان ده بالذات ما ينفعش اما يكون ده zero 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 واحد ما ينفعش ده يبقى zero 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 واحد برضو لان هنا مش بيسيلكت موجودة اوكي فلازم انا احط الرفرنس ده قدامي اخد في اعتبار ان انا الشانل اللي انا بخليها بتبقى موجودة يعني مكانها فاضي. ويما كون انا مثلا عندي اه zero واحد بقى ديفرانشل. يبقى معنا كده المكان بتاعة channel 1 دولارت مبقاش موجود. لما بخلي اتنين وتلاتة ديفرانشل. يبقى معنا كده المكان بتاعة تلاتة مبقاش موجود. وهكذا لغاية لما كلهم يبقوا ديفرانشل. يبقى معنا كده ده موجود. وده موجود. ده موجود. في النص بينهم اللي هو مكان واحد ومكان تلاتة ومكان خمسة ومكان سبعة مش موجود. دايما temperature sensor موجود في كل الحالات دي انه هو طبعا يونيبولر معندوش اي اختلافات فمعنى كده ان اختيار هنا تمانية او اي حاجة اكبر من تمانية مع اي واحدة من دول معناها ان انا ببص على temperature sensor دلوقتي كان ينبوت الاتو دي بتاعي في عندنا طريقتين نقدر بيهم ندتاكت ال end of conversion زي ما احنا قولنا برضا بلوك دياجرام ياما ان انا بعمل على ال interrupt pending flag اللي هو ال ad0 ent اللي هو عبارة عن end of conversion ده بيبقى triggerd بتاعت ال ad0 busy زي ما احنا شفنا ال busy ده معنى ان هو خلص conversion لما بينزل zero فمعنى كده ده بي trigger ال bit دي فانا ممكن basic لو عملت تشيك على ال bit دي اعرف اذا كان هو خلص conversion ولا لا طبعا alternatively انا ممكن ابص على مباشرة يعني ال ad0 busy لو طالما بيساوي واحد يبقى معنى كده هو لسه ما خلصش او لما بينزل zero ببقى معنى كده خلص سبقى ممكن انا اما اعمل دي اما اعمل دي اما اعمل دي على نفس ال bit دي يعني bit ad0 ent او ad0 busy هما الابتين ممكن يدوني indication وهما الابتين في دو different directions يعني ده بيبقى بواحد لما بيخلص conversion وال ad0 busy بيبقى 0 وان بيخلص conversion ممكن بقى ان احنا basically نقدر نعمل نفس الحاجة بس interrupt method فساعتها بنعمل end of conversion interrupt enable لها ابارة زي ما احنا قلنا eie 2.1 هي bit 1 في ال sfr دوت ون enable global interrupt علشان نقدر نحنا نشوف ال interrupt دي لما ييجي طبعا ساعاتها لازم ا prepare interrupt service routine بالنسبة adc zero يعني الحاجات اللي انا لازم اعملها بقى في adc zero لما ييجي لما بيخلص conversion اخد بقى data بتاعته دي اخزنها فين والحاجات دي كلها ولو كنت مثلا اغير او ها enable timer zero او timer two او timer three اللي هما sources بتاعت ال interrupt او ها مثلا هعمل لو كنت بقى عمل manual conversion مثلا هبتدي احط تاني start conversion بتاعي دوت اخليه يبقى موجود مثلا بواحد علشان هيقدر يشتغل فكلام ده كله بقدر اعمله بقى في ال interrupt service routine بتاعي بتاعي بتاع ال adc zero فباسيكلي ال two methods دول طبعا يعتمدوا على البرنامج بتاعي الarchitecture بتاعه عامل ازاي في بعض البرامج بتفضل ان هي تشتغل pulling او بعض البرامج تفضل ان هي تشتغل interrupt طبعا حسب ال programmer وطبعا ال 2 في الاخر بيدون نفس النتيجة ده مثال ال programming بتاع ال analytical converter initialization لو كنت بعمله بالpulling بيتعامل كده اول حاجة بقى اول حاجة بقى بقى اللي هو reference voltage control configuration register بقى enable internal bias ده لازم عشان نشتغل ال a to d اساسا لازم ال bias e اللي تبقى بواحد internal reference buffer بسيلكت ال a d c zero reference from vref zero pin يعني بختار نهو جايلي من outside pin بتاعتي مش من deck zero بخلي internal temperature sensor on علشان انا عايز استعمالها عندي كاياس ال temperature وطبعا لازم بحردوير بقى من بره ال chip خالص اوصل بقى output بتاعي vref مع vref zero عشان يبقى ال input بتاعي اللي جايلي من internal voltage generator ده يوصل vref zero وبقى اعمل بعد كده selection لل sar zero conversion اللي هو ال successful approximation register conversion clock فباسيك بحط هنا رقم بحيس ان يبقى عندي ال clock بتاعتي زي ما احنا كنا شفنا قبل كده بتبقى 941 كيلو هيرتز وطبعا ممتازة لان هي within 2.5 ميجي هيرتز ماكسمام اللي احنا كنا قلنا عليها تقريبا 1 ميجا فالتطور ممتازة بالنسبة كسرعة وفي الوقت نفسه ان احنا بنتكلم على ان هي يعني مش مش قليلة سرعة سرعة تطور كبيرة يعني والgame بتاعي حطيته هنا بيساوي 2 لان احنا فاكرين الاول 3 bits هنا لو كانوا 0 0 0 بيبقى game بيساوي 1 لو حطيته 0 0 1 يبقى game بيساوي 2 هنا ممكن اسيلكت ال temperature sensor وبقى enable ADC 0 لو انا حطيت هنا لو احنا فاكرين برضو حطينا 1 0 0 0 اي حاجة لو في عندنا واحد تمانية فاكثر يعني هنا بيبقى عندنا selection temperature sensor ما بيبقاش عندي فارق بقى ان انا بحط الحاجات التانية relative ولا differential ولا unipolar او single ended ما بيقاش في فرق خالص عاية هيا بعد كده بقى enable ال analytical converter وباسيكلي بقى initiate ال conversion نفسه بان انا اكتب to ADC 0 busy اوكي فده طبعا نتيجة ان انا حطيت برضو هنا ال bits بتاعت ال justification حطيتها ب zero فمعنى كده تبقى justified output في ال name نفسه لو انا عايز اشغل بقى ال analytical converter دوت كل ما علي اعمله ان انا بكتب ADC 0 busy اللي هي ال bit اللي هي بتشغل manually او بتشغل by software بتشغلي starter conversion بتاعي يبقى معنى كده يعني انا كده هبتلي اشتغل في ال analytical converter بتشتغل وبتلي اعمل conversion from this point on انا بقى بافضل اتشك على ADC 0 int اللي هو ال interrupt pending flag بتاع ال end of conversion لغاية لما يبقى بيساوي واحد وبعد كده لما بيطلع بيساوي واحد باطلع هنا باخد بقى ال value الموجودة عندي في ال ADC 0 واخذينها عندي في مكان بحيس اقدر انها استعملها بعد كده once ان انا عملت كده بقى لازم اكتب clear ال flag دوت لان هو ال flag بتاع ال pending interrupt pending flag لما حططوش انا ب zero هيفضل بواحد يبقى معنى كده لو عايز اعمل conversion تاني مش اقدر اعرف اذا كان القيمة بتاعته بواحد من ال conversion الاولاني ولا من conversion تاني فلازم اكتب clear ال flag دوت عشان اقدر بعد كده استعمله لو كنت عايز اعمل conversion تاني فهذا طبعا بالنسبة لي يفيدني ان انا مثلا لو انا بقرى هنا الجزء بتاع temperature sensor ممكن اقرى الاراية بتاع temperature sensor من هنا ومنها اقدر احدد بالزبط اذا كان مثلا temperature ممكن اعرضها مثلا في حاجة او ممكن انا اتشاك مثلا على temperature انها اقل من حد معاين او اعمل اعمل عليها بقى اي operation لا علاقة بال input نفسه اذا كان مناسب ولا مش مناسب لو انا بقى عايز اعمل programming example تاني بس وبرضو pulling بس عايز استعمل في timer 3 overflow ك input لل start of conversion ساعتها لازم ان انا enable interrupt بتاع timer 3 ده مش موجود طبعا في الكود هنستعمل بقى الحاجات اللي شوناها في الجزء بتاع timers وهنحط بقى في timer 3 ISR basically يعني الحاجات اللي انا عايزين عشان re-enable ال interrupt دوت عشان نكلير بتاع ال interrupt service routine او ال interrupt بتاع timer 3 دوت بحيث بعد كده لما يتكرر تاني ال overflow دوت يعملي برضو interrupt ويعملي start of conversion فباسيكلي يلازم نreset ال tf3 اللي هي ال overflow flag بتاعي زي ما كنت بقول علشان لو احنا رجعنا تاني وهو موجود هيعتقد نفيه interrupt تاني يجيه وده طبعا ما بقاش صحيح ممكن بعد كده نبول ال ad0 int flag علشان نستنى غاية لما يبقى بيساوي واحد يعني باسيكلي نتاكد نهو خلص conversion لما يخلص ال conversion احنا ممكن في ال interrupt service stream بتاع timer 3 دوت ناخد ال value بقى اللي موجوده بعد ما خلص ال conversion بقى اللي هي ال value بتاع ال conversion نفسها ونحطها بعد كيف المكان اللي احنا عايزينه بدلا ما كنا بنعمل عليها pulling جوه جوه الجزء بتاع بتاع ال main code بتاعنا فهنا بنستعمل interrupt service routine انه هو يreset timer 3 يعني يخلي ال overflow flag بتاعي بيساوي 0 وفي الوقت نفسه بستنى بقى ال period بتاع ال conversion دي اللي غاية لما ال value بتاعتي تطلع وفي الوقت نفسه ممكن منها الحقيقة ان انا اخد ال value دي اخزنه على طول مباشرة او ممكن actually ارجع مجرد بس ال reset flag بتاع timer overflow وارجع وبعد كده اخلي ال interrupt بتاع AD0 int دوت ممكن هو يخلي بقى ان انا اروح في ISRT هيني بقى بتاع الانوكدوشتر كونفيرتر عشان اخزن ال value lightly من الانوكدوشتر كونفيرتر دوت في الحالة بقى اللي احنا بستعمل فيها الانوكدوشتر كونفيرتر انترابت ده اخليه enabled يبقى معنا كده باسيكلي يعني لازم الانترابت انابل فلاك بتاعه ويبقى شغال وال global interrupts اللي هو EA اللي هو ال enable all اللازم بقى بساوي واحد برده في الحالة دي بقى انا ممكن انا اشتغل timer 3 overflow دوت اعمله clearing او ال interrupt بتاع timer 3 ده اعمل بيه بس مجرد clearing للفلاق بتاع ال overflow بتاع timer 3 واخلي بقى في ال ISR بتاع ADC0 هو ده اللي في الاخر يعني باسيكلي اعرى ال register بتاع ال annotation converter اللي هو بتاع ال output value بتاعتي و store it في المكان اللي انا عايزه او store it في variable و clear interrupt flag عشان بعد كده انا مرجع ال interrupt flag dot ما يعمل ليش re-entry لل interrupt service routine ده مثال بقى لل code اللي ممكن اكتبه علشان يعمل لي ال interrupt method بعمل initialization بنفس الطريقة برده مفيش اي اختلاف بس بزود عليها بقى الجزء بتاع ال enabling بتاع ADC interrupt اوكي ال basic اللي هو الاي اي 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 تو بيت نمبر 2 فباسيكلي بيت نمبر 1 هي الاولانية اللي هي التانية واحدة بيبقى عندي هنا اثنين وباسيكلي بيبقى عندي هنا بعد كده interrupt service routine بتاع ADC0 مجرد بس انه هو برئيسات الفلاق بتاع ال interrupt بتاع ال interrupt بتاع ال converter 0 وياخد ال value اللي موجود عندي في ADC0 اللي هو ال data بتاع ال two bytes او ال 12 bits بتاع ال output بتاع ال analog digital converter ويخزن ال variable معين بقى كنا نعمل له initialization في مكان تاني فباسيكلي نفس القطوات هي هي بزبط باختصار يعني باسيكلي انا عملت بس هنا الجزء بتاع ال analog digital converter ISR ما كانش موجود قبل كده في جزء بتاع ال pulling وعملت enabling هنا ال interrupt بتاع ال ايه بتاع ال analog digital converter ال analog digital converter التاني بقى ابسط شوية الحقيقى نفس الحاجات بالضبط اناتكلم عليها عندنا برضو هنا input multiplexer بس هنا عندنا كل ال input بقى ما يفعش انها تكون differential يعني هنا ده ابسط شوية وما فيش عندي هنا temperature مش دخلة عندي على ال multiplexer ده فعندي هنا ثلاثة bits بس عشان اختار من دول وفي عندي هنا multiplier شغال بنفس الطريقة برضو بس عندي هنا ال gain بتاعي برضو محدود شوية يعني عندي هنا two bits بس يعني عندي اربعة options بس بالنسبة للمultiplier ده enable برضو بتاعي enable دوت و enable دوت بيعندي برضو جزء بتاع الجزء بتاع ال configuration هو almost نفس الحاجة اللي كانت عندنا قبل كده ممكن نشتغل من ان انا اكتب على AD1 busy مباشرة او timer 3 overflow او timer 2 overflow او ان انا بكتب AD0 busy اللي هي بتاع timer بتاع ADC zero لو انا كنت عامل synchronization بين ال اتنين بين الانتو two annotation converters مع بعض فممكن برضو انا استعمل ايه external pin هي نفسها برضو عشان اقدر اخد منها برضو input للstartup conversion هنا ال input بتاعي هنا او output بتاعي هنا مع صح بيطلع ليه في صورة تمانية bits بس ان ده تمانية bit a to d وابقدر برضو اتحكم برضو من خلال ال configuration بتاع ADC1 دوت وADC1CN اللي هو configuration register بتاعه ان انا بقى ان انا بقى خليه busy امتا وبيحطا عندي برضو interrupt flag هنا موجود ان انا once ان انا خلاص ال conversion بيطلع لي هنا interrupt pending flag ده ببقى بيساوي واحد وممكن هنا برضو بختار حسب بقى ما بختار الثري بيتس دول بقى باختار انا واحدة من الموجودين عندي دول الـ V-Reference برضو زي ما احنا شفنا ممكن نختاره من ياما الـ V-Ref 1 اللي كان موجود كـ Output Pin او ممكن ناخده من Internal AV Plus اللي هو الـ Input Analog Voltage اللي هو اللي موجود عندي اللي هو AV Plus دا يبقى هو الـ V-Reference بتاعي بتاع الـ E بتاع الـ Analog Texture Converter دوت باختصار كده المواصفات بتاعت الـ Analog Texture Converter دوت نوع 8 Channel Configurable في برضو Analog Multiplexer برضو بنفس الشكل اللي كان موجود عندنا قبل كده Programable Game Amplifier Default Game بتاعه المرادة بقى بقى 0.5 و بياخد بس ياما 0.5 يا 1 يا 2 يا 4 ما ياخدش اي ارقام تانية اكتر من كده التانية كان عنده رينج اكبر شوالي كان عندنا تلاتة بيتس بنقدر نختار بيهم هو عبارة عن 8-bit Successful Approximation Register A to D بيبقى Enabled بدنا برضو خلي AD1 Enabled بيساوي 1 طبعا لازم برضو Bias-E اللي كان موجود عندي قبل كده في الـ Ref-0 CN اللي هو Configuration Register بتاع الـ Reference Voltage لازم اخليه بيساوي 1 علشان يبقى Bias Voltage بتاع الـ A to D ده يبقى موجود نفس الكلام برضو الكلمناه في ADC-Zero عندنا Number of Sources بالنسبة للـ Start of Conversion ياما Software Control ان انا بكتب واحد مباشرة لـ AD1 Busy او بستعمل Overflow بتاع Timer 2 او Overflow بتاع Timer 3 او Rising Edge بتاع الـ External بين الـ A, C, N, V, S, T, R او ممكن انا لو كدهت AD0 بيسي وانا عامل Synchronization بين الـ 2 A to D مع بعض بحيس نحنما يعمل Conversion يبتل الـ Conversion مع بعض فلو كدهت AD0 بيسي ممكن يبقى سynchronize 10 Synchronize مع بعض ممكن برضو يبقى Source of Start of Conversion بالنسبة لي ده طبعا بختاره عن طريق مجموعة من الـ bits موجودة عندي في Configuration Register بتاع ADC-1 CN فباسيكلي حسب ما انا بختار بختار واحد من دول لو انا اختارت دي يبقى هو Automatic لما بكتب له AD0 بيسي تساقه واحد يبقى معنا كده هو بيتدي Conversion في الـ 2 اثناء Conversion برضو زي ما احنا عملنا في ADC-0 AD1-BASY بتفضل 1 لغاية لما بيخلص الـ Conversion او لما بيخلص الـ Conversion دي بتنزل 0 وبتعمل Initialization او بتخلي الـ Interrupted Flag ده بتاعي بيبقى 7 يعني Falling Edge بتاع AD1-BASY لو او لما بيبقى 1 يعني بيزي ينزل يبقى 0 يعني مش بيزي بيخلي الـ Interrupted Flag بتاعي بتاعي الـ End of Conversion بتاع Anoduched Converter 1 بيبقى بيساقه 1 في الاخر الـ Converted Data بتبقى موجودة عندي في 8-Bit World Register ADC-1 ممكن انا اقراها بعد كده من هنا بس اكون متأكد ان هو خلاص ايه خلاص الـ Conversion بتاعي الـ Equation بقى اللي ايه بتحسبي الـ Output من الـ Input بتبقى بالشكل ده كده V-In في Gain على V-Ref في 256 يعني Range بتاعنا هنا 2 to the part 8 فمعنى كده دلوقتي الـ Output بتاعي طب ما فوش اي justification حاجة ان هو موجود في 8 bits يعني 8 bits محطوطين في 8 bits فباسيكا لما يكون 0 بيبقى 0 لما بيكون الماكسيمم بتاعي اللي هو V-Reference منس LSB بيبقى FF لما بيكون نص V-Reference بيبقى 80 اللي هو نص الـ Scale بتاعي لما يكون يعني بيسيكا لما بحط دلوقتي دلوقتي LSB بيبقى برا عن دلوقتي 1 يعني يبقى 7F فباسيكا لحسب الـ Game بتاعي بكام حسب الـ Input بتاعي بكام حسب الـ V-Reference بتاعي ونعارف انه عندي 8 bits بقدر احدد الـ Output Code بتاعي بيساوي كام بالـ Equation دي في الاخر نعارف لو هو Linear وطبعا نعارف انه لو الـ Voltage Reference أو الـ Voltage Input بتاعه بأكبر من V-Reference هي Saturate برضو عند الـ Value اللي هي الـ Maximum بتاعي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها برضو في الـ ADC-0 الـ Programming بتاع الـ ADC-1 هو ان احنا بأول حاجة بنconfigure الـ Voltage Reference بتاعنا بنconfigure الـ Port 1 as Analog Inputs بنconfigure الـ SAR-1 Conversion Clock بنفس الطريقة اللي احنا عملناها بكده بالـ PGA Game بتاعنا برضو لو هو Programming Game Amplifier بتاعنا بحدد الـ Game بتاعه بيساوي كام نسيلاكت الـ Desire Multiplexer Input Channel برضو نحدد أني واحدة بالـ 8 channels اللي هتبقى الـ Input بتاعتي وبعد كده بسيلاكت الـ Appropriate Control Bits والـ Start of Conversion Mode بتاعي واتير نقان الـ ADC بتاعي طبعا الجزء بتاعي الـ Control Bits دي ممكن انا نحدد فيه اذا كان عندي الـ Interrupts بداية تشغالة او مش تشغالة اذا كان عندي مثلا الجزء بتاع الـ Enable بتاع الـ Anarch Digital Converter نفسه موجود او لا في الاخر خلاص عشان الـ Enable الـ Operation بتاعه طبعا الـ Start of Conversion Mode بتاعي برضو بتحدد من نفس الـ ADC1 CN ففي الاخر بعد ما بخلص بيبقى هو ready ان هو يعني لو جاله دلوقتي الـ Start of Conversion يقدر يبتدي يعمل الـ Conversion right away ده برضو حقيقة زي ما شفنا في ADC0 عندنا برضو اللي هو ADC1 CF لذا ما كان عندنا ADC0 CF بيبقى فيه عندنا هنا الـ Internal Amplifier Gain عندنا هنا الـ Selection بتاعته تبقى الـ 2 bits الـ Bit الثالثة بتبقى Unused الخمس bits اللي فاضين بعد كده بيحددون الـ Conversion Clock زي ما احنا كنا شفناها قبل كده يعني هنا باسيكلي يعني نفس الـ Equation هي هي ونفس الـ Number bits هي هي فباسيكي توقع من دي تبقى نفس الـ الـ ADC0 CF مفيش اي اختلاف خالص حاجة بس اللي فيها اختلاف هنا بالنسبة للـ Maximum Clock Frequency بتاعت الـ Conversion هنا ان هي 6MHz يعني طبعا نتيجة ان احنا بناخد عدد قل من الـ bits فممكن احنا نقدر نعلي الـ Frequency شوية فباسيكلي الرقم بتاعي بتاعي الـ CLK صار دوت مفروض ان يبقى في الاخر يبقى من 6MHz دي طبعا احنا بنحدد حسب الـ Selection بتاعي الخمسة bits دول يعني قيمة اللي فيهم بكام بنقسم الـ System Clock عليهم ويبقى في الاخر لازم الاخلاق الموجودة عندي دي تبقى الماكسموم بتاعي الموجود دوت الـ Channel Selection بتاع الـ Aromate Obductor للـ ADC1 بتحدد من اول 3 bits موجودين عندي في الـ Register دوت اللي هو AMX1SL باسيكلي زي ما احنا شايفين كده لو هي Channel 0 يبقى 0-0-0 لو 1 يبقى 0-0-1 وهكذا غاية 7 يبقى 1-1-1 فباسيكلي الـ Selection بتاع الـ Channel بيعتمد على الـ Binary Code الموجود هنا بحاول الـ Binary Code ده بس الرقم ويبقى هو ده رقم الـ Channel اللي هي Selected طبعا بختار 1 من 8 فمعنى كين محتاج 3 bits بس لما بعمل برضو Detection للـ End of Conversion ممكن اعمله بطريقتين برضو بالـ Pulling زي ما شفنا في الحالة الاولنية بتاع الـ ADC0 أو الـ Interrupt الـ Pulling ببص على AD1-Int واشوف اذا كانت بتساوي 1 ولا لا في الـ Interrupt لازم ان انا Enable الـ Interrupt بقى Enable بتاع ADC1 اللي هو الـ EIE 2.3 اللي احنا فاكرين كان عبل كده كانت EIE 2.1 في ADC0 فانس ان انا عملت الـ Interrupt دوت وطبعا Global Interrupt يبقى بيساوي 1 ومعنى كده لما هيجي لي الوقت الـ End of Conversion هعمل لي Interrupt الـ ADC1 المحاضرة بتاعت الـ Actors الـ Converters دي في غاية الاهمية لان هي بتدلنا امكانية ان احنا نعمل الـ Interfacing مع الـ Realistic Sensors و Realistic Motors و Realistic sources اللي موجودة عندنا في الـ Physical World ما بيبقاش حاجة بس مجرد Digital Devices بكلم Digital Devices فدي بتساعدنا الحقيق ان احنا بتيبقى نبني الـ Devices ممكن تكون متكاملة وممكن هي تكون بـ Interface مع سيجنلز حقيقية من اللي احنا بنشوفها. يعني هممكن ببساطة احنا مثلا ناخد سيجنل بتاعت ECG نعمل لها Pre-Amplification ودخلها مباشرة مايك الـ Control زي اللي احنا شفناهم هنا ونقدر بعد كده نعمل بيهم ديسبلاي مثلا على الـ Devices بتاع الـ Display LCD ولا حاجة زي كده بحيس ان احنا نقدر نشوف السيجنل بتاعتنا. او ممكن نستعملها ان هي مثلا تاخد السيجنل دي وتعمل ديتكشن فيها لبعض الـ Parameters وتعمل بيها مثلا ديتكشن للـ Heart Rate ولا ديتكشن لبعض الـ Arrhythmias وتدي بيها Alarms ودية الحقيقة كلها applications في غاية الأهمية وبنشوفها فيها في حاجات كتير في الـ Devices كتير موجودة عندنا. اتمنى الناس كلها تحاول ان هي تعمل implementation لبعض من الحاجات اللي بنكلم عليها دي عشان نقدر نثبت المعلومات وطبعا يعني اكتر حاجة بتفيد في الجزء بتالي هو practical implementation.